كورونا الكابوس الذي أرعب قطاع النقل الجوي وكبد شركات الطيران خسائر لم تكن تتخيلها يوما ما بعد أن كانت تحقق معدلات نمو متسارعة دعمها توسع المطارات وتقديم طائرات تلبي كافة احتياجات البشرية من نقل الركاب إلى النقل اللوجستي لكن التفشي المفاجئ للوباء وانتشاره في معظم دول العالم عطل حركة الطيران وأوقف خطة السياحة وتسبب بإغلاق معظم مطارات العالم ليكون العام 2020 الأسوأ بتاريخ قطاع الطيران بعد أن هابط عدد الركاب بأكثر من 60% إلى مليار وثمانمائة مليون راكب وتراجعت إرادات نقل الركاب بنسبة 69% إلى 189 مليار دولار وأمام هذا الانهيار في حركة النقل كان لابد لشركات الطيران أن تدفع الثمن فقد تم وقف 66% من أسطول النقل الجوي التجاري في العالم واختفت مليون وظيفة وبلغت خسائر الصناعة 126 مليار دولار كما ارتفعت ديون قطاع الطيران بشكل قياسي واضطرت الحكومات لتقديم يد العون والمساعدة لشركة الطيران لتقليل وطيرة الإفلاسات التي أصابت العديد من الشركات لكن مع التوصل للقاحات كورونا وتسارع عمليات التطعيم عالميا تغيرت النظر للقطاع في العام الجاري وأصبحت أكثر تفاؤلا مع تخفيف قيود الوباء والعودة التدريجية لحركة السفر هذا التعافي التدريجي الذي قد يستمر لسنوات يتوقع أن يهبط بخسائر قطاع الطيران بنسبة 63% إلى 48 مليار دولار وتأتي هذه الخسارة المتوقعة رغم التقديرات بسفر مليارين وأربعمائة مليون شخص جوا حول العالم هذا العام